مواطن يحرق سيارته بعد مخالفته شروط الحظر وتغريمه من قبل القوات الأمنية الحرق الذي أدى إلى تدمير عجلته بالكامل وإصابته بحروق طفيفة نقل على إثرها إلى المشفى أود أن نوضح بيزيشين الحادثة اللي يلوم في منطقة ثلث الجسر حقيقة قواتنا أمنية قامت بتنفيذ قرارات لجنة السلام الوطنية بتطبيق حظر تجوال الكل أسبوع من الساعة الثامنة مساء من يوم أمس وأثناء مرور بعض المخالفين ومن ضمنهم صاحب الساعة المحروق الشخص نوزاد سمير حسين إجراءات أصولية من قبل مفصل مرور القوات العامة الموجودة حقيقة ربما هناك ضرابات نفسية ربما ضغوط نفسية على هذا الساعة بعد قريب قام بالساعة بحرق سيارته وتعرضه إلى حروق بسيطة خلية الأزمة التي تحرص على سنامة المواطن وتتعامل وفق معطيات القانون شكلت لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة من جهتنا كمقر يعني مسؤولا كل قوات أمنية قمنا بتشكيل لجنة رئيسية براسة ناب المقر المتقدم اللواء أرفون رزاقين حمزة وعضوية ناب الشرطة على المقشر ومدير استخبارات الفرسرهاب اللواء محمد وأيضا مدير مرور المحافظة عميد محمد ومدير استخبارات المقر المتقدم وموثل من الدفاع المدني وأيضا موثل من دائرة الصحة بالتحقيق في هذا الحادث للوصول إلى حيثيات المواطن وإن شاء الله نستمر من أجل حماية المواطنين ولا اتكلم هكذا حوادث الحقيقة القانون يجب أن يطبق لسلامة الجميع حاولنا جاهدين الوصول إلى المواطن والتصنى به لكنه أغلق هاتفه للوقوف على الأسباب التي جعلته يحرق مصدر رزقه الوحيد سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك